اشتركوا في القناة ولا شيء غير الحماس يملأ الأجواء هذا العلوان كما وصفته الحسابات الرسمية للاتحاد الافريقي عبر المنصات الرقمية صباح اليوم استعداداً لهذه الموقع والمباراة المنتظرة إن شاء الله يوم السبت القادم حلقة النهاردة فيها تفاصيل كتيرة وهنتكلم عن المباراة بشكل مفصل وعن نروح المغرب وعندنا كلام كتير جداً سواء على السوشيال ميديا أو معلومات تخص هذه المباراة وأيضاً كمان عشان نطمن لمهير النادي الأهلي في كل مكان لكن سريعاً ندخل في تفاصيل الحلقة ونطرح سؤال مهم جداً بالنسبة لجمهور النادي الأهلي اللي بالتأكيد من اللحظة دي لحد الساعة 9 يوم السبت الكل قاعد بيتواقع التشكيل وممكن الأهلي يلعب إزاي أمام فريق الوداد عشان كده طرحنا هذا السؤال والكل يشارك معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام توقعاتكم لتشكيل الأهلي ومين ممكن يبدأ هذه المباراة أمام الوداد المغربي شاركوا معنا في الإجابة على هذا السؤال وبالتأكيد في الفقرة الأخيرة هنعرض إجابتكم بالنسبة لتوقعاتكم لتشكيل الأهلي وإزاي هيبدأ بيت سمو سماني مباراة الوداد المغربي يوم السبت القادم لكن ندخل بسرعة في عنوان الحلقة وترندات حلقة النهارة في ترند الأهلي الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب مساء اليوم كمان في ترند الأهلي عبدالحفيز يؤكد جاهزية الفريق لمواجهة الوداد وفي الترند العالمي نيمار يحطم رقم الظاهرة رونالدو في الأهداف الدولية عندنا تفاصيل كتير وعندنا موضوعات مهمة لكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل انتظرونا وفقرة ترند ترند وفيها كلام مهم جدا بخصوص مباراة الوداد والأهلي يوم السبت القادم بإذن الله أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند ترند وطبعا بالتأكيد ترند ترند النهاردة هو أبرز حدث وأبرز خبر بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي مباراة الوداد المغربية لذلك سريعا أطير إلى كذابلانكا والمغرب والاستعداد لمباراة الوداد والأهلي وبالتأكيد زميل العزيز كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي وكريم مساء الخير عليك الحمد لله على السلامة طبعا إجراءات مهمة جدا وإجراءات احترازية ووصول البعثة استعدادا لمباراة الوداد طمني على أخبار البعثة والأجواء والجديد عندك النهاردة بالتأكيد خلاص بقى في تحضير بالنسبة للبرنامج الفترة اللي جاية التدريبات كل شيء عندك في المغرب استعدادا لمواجهة المرتقبة إن شاء الله أمام الوداد يوم السبت القادم براحب بك طبعا في البداية زميلي محمد سعيد وهو أكيد طبعا بنقول بعثة النادي الأهلي بالكامل الحمد لله على السلامة أكيد طبعا كل الأمور الحمد لله من القاهرة حتى وصلنا إلى أدار البيضاء وتحديدا في فنده لقامة كانت مشة بشكل رائع ومميز جدا أنت عارف طبعا زميلي محمد رحلة النادي الأهلي برعاية طبعا إير كايرو النقل الرسمي لقناة النادي الأهلي رحلة كانت موفقة جدا خلال الساعات الماضية منذ أيضا كمان وصلنا في فنده لقامة ترتيبات على قدم المصاق بالنسبة طبعا لكابتن سعد عبد الحفيز كابتن سمير عدلي كابتن محمود الخطيب كمان تحديدا رئيس البيع توجود دكتور محمد شاو رئيس اللجنة الطبية في اهتمام كبير جدا أنت عارف زميلي محمد سعيد لهذه المباراة والإجراءات هنا مشددة بشكل كبير جدا لكن الكل ملتزم الحمد لله بالنسبة لعيبة النادي الأهلي على طول في تحذيرات مستمرة دكتور خليد محمود دكتور محمد شاو الكل على طول بيباشر بيحظر لعيبة لابد يكون فيه الإجراءات الاحترازية بتنفذ على أكمل وجه والحقيقة يمكن مش جديدة على لعيبة النادي الأهلي إن هي بتنفذ الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه إن شاء الله بإذن الله بقى مع نهاية الأيام يوم السبت بإذن الله وبعد يوم السبت كل الأمور تكون طيبة لفريق النادي الأهلي إحنا كالعادة طبعا محمد بننقل كل الأخبار والكواليس ورسالتنا طبعا أكيد كالعادة من خلالك ومن خلال شاشة قناة النادي الآلي تحت رعاية بنك سايب البنك الرسمي لنادي الآلي الأمور كلها يمكن ماشي بشكل رائع ومطمئن جدا بنتمنى بإذن الله إن شاء الله فريق النادي الآلي يكون على قدر مصوليك العادة الجمهور نبدأ مع بعض يا كريم بإذن الله تمام بإذن الله نبدأ مع بعض أول حاجة الإجراءات الاحترازية اللي تمت منذ الوصول أمس في المطار الوصول لفندق الإقامة المسحة الطبية اللي كان المفروض الفريق والبيئة ستعملها مع السلطات الصحية في المغرب ده تبقى طبعا للبروتوكول اللي تم بين المملكة المغربية مع الاتحاد الإفريقي والمسحة كميلا هتتعمل قبل المباراة 48 ساعة لو بنكلم طبعا على المسحة الطبية يمكن لسا مأكدين من الطبيب النادي آي خلب محمود المسحة تكون غدا إن شاء الله لكن لسا بيتم طبعا تحضير المعاد لها كل صباحا هتكون الظهر هتكون بعد وجبة الغداء لكن خلاص تم التأكيد لها احنا طبعا كنا متوقعين لكون المسحة النهاردة لكن غدا هتكون المسحة الخاصة بها التنسيق بين البروتوكول بزارة الصحة وأيضا كمان الكاف لكن بشكل عام طبعا فيه تنسيق على أكمل وجه سواء بمعالي السفير أشرف إبراهيم سفير مصر هنا وأيضا كمان القنصل محمد طبعا اللي بيقوم بدور كبير واستقبل أيضا كمان بعثة النادي الآلي لإجراءات الاحترازية محمد إن شاء الله بإذن الله لعابة النادي الآلي تنفذها وبتنفذها بشكل كبير جدا وبكل قوة وبأكد لك كمان المسحة زي ما بنقول إن شاء الله غدا تكون سلبية لكل لعابة النادي الآلي والبعثة بيئة الكاملة أنا معاك محمد بالنسبة لأسئلة كمان طيب برنامج التدريب النهاردة يمكن إجهاز الفني أول ما وصل بالأمس عمل اجتماع عشان يحضر البرامج التدريبية ابتداء من النهاردة لغاية يوم الجمعة البرنامج وضع إيه وكمان الجهاز النهاردة أكيد لو فيه اجتماعات كمان مع لعابين أنا هبدأ معاك طبعا في البداية بالنسبة للبرنامج الخاص مع التنسيق من بيتسو موسيماني المدير الفني والكابتن سيد عبدالحفيز تم اختيار الملعب يمكن نهاردة كابتن سيد عبدالحفيز صباحا تواجد مع الكابتن سمير عدلي اللي اختيار ملعب كان في ملعبين طبعا كابتن سمير راح بنفس وزار الملعب بعين أرضية الملعب ملعب الكهرماء كاليفورنيا البيضاء ده اسمه طبعا الحرفي هنا في المغرب لكن بتقال عليه على طول الكهرماء الكاليفورنيا بيبعد عن هنا 25 دقيقة من فندق الإقامة يعني كابتن سيد ممكن سألناها الملعب جيد ان شاء الله لعبة النادي الآلي تستفيد منه يبقى جرعات تدريبية مكتفة لفريق النادي الآلي ايضا كمان انت عارف ان القايمة بتضم 22 لعب لكن عايزة طمنك بشكل عام على عدد من اللعبين بالنسبة للإصابات وده امر مهم جدا حابين نطمن عليه كل جمهور النادي اللي عندنا بعض اللعبة اشتاكت من إصابات الشناوي وايمن أشرف هبدأ بيهم الشناوي وايمن أشرف تبقى طبعا لي تصرحات الدكتور خالد محمود جاهزين ان شاء الله بإذن الله للمباراة اللي هتقام يوم السبت بإذن الله عمل عب بركب محمد الخامس في تمام الساعة الثامنة امر وهي بجدا كنا حابين نطمن عليه والنهاردة كمان هنشوفهم في خلال التدريب الأول اللي يكون في تمام الساعة الثامنة مساء تم تحديد موعد التدريب مع موعد المباراة انت عارف طبعا محمد ان فيه فرق ساعة يعني تسعة مساء فيه أو قائرة تمانية مساء فأكيد النهاردة يكون التدريب الأول في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب وهو موعد المباراة ايضا كمان ممكن نهاردة فطار صباحا كان عشر صباحا مستر بيتسو موسماني عقب انتهى الفطار مباشرة اجتمع باللعبين الراجل مكثف المحاضرات الفنية بشكل كبير جدا زميني محمد بيتكلم مع اللعيبة طبعا اللعيبة على قدر المسؤولية وعرف أهمية المباراة لكن الحقيقة بتسو موسماني والجهاز الفني بالكامل بيقوم بدور كبير جدا الجانب النفسي مهم جدا محمد كل مرة بنأكد على الرغبة والجدية اللي فيها لعابة النادي الآلي لكن الاحاديث المستمرة مع الجهاز الفني واللعبين أيضا كمان ده أمر مهم جدا وبنأكد كل مرة على وجود الكابتن محمود الخطيب ققيمة كبيرة جدا رئيس مجلس إدارة رئيس البيعثة رسالة مهمة جدا لكل اللعيبة حيمكن السائب أي حاجة على طول متوجب مع اللعيبة تحفيز مستمر لسه مجتمعش معهم هو كلماته بسيطة وبنأكد كل مرة كلماته بسيطة جدا لكل لعيبة النادي الآلي لكن بيكون أمر مهم جدا وبيصل ليه اللعبين النهاردة محمد كمان سبعة مساء يكون في محاضرة فنية أخرى لكن محاضرة فيديو يمكن ده كمان الأمر مهم اللي احنا حابين نتكلم عليه سبعة ونص هتتوجه باعتة النادي الآلي للتدريب الأول إلى ملعب كهرماء كاليفورنيا البيضاء تمانية مساء يكون للتدريب الحمد لله محمد حتى دي اللحظة كل اللعيبة يعني تركيزها كبير جدا معناوتها مرتفعة جدا بنتمنى بقى إن شاء الله بإذن الله كل الأمور خارج بقى الفندوق احنا بقى مشين في الطريق الأمور الخاصة بالتأمين كل الأمور دي إن شاء الله يكون جيدة بالنسبة لفريق النادي الآلي طيب حظر تجول في كازابلانكا في الدار البيضاء بيبدأ من عشر مساء حتى الخامسة فجر اليوم التالي موعد التدريبات أكيد هتكون قريبة من موعد حظر التجول أكيد حصل تنصيق سواء من البيعسة مع السفارة مع الإجراءات والأمور الترتيبات هناك مع المسؤولين في المغرب عشان تكون التدريبات في نفس توقيت المباراة يوم السبت وفي نفس الوقت التدريبات إذا اقتربت وفريقه وهو راجع للأوتيل قريبة من موعد حظر التجول يكون فيه ترتيب أكيد للجزئيات دي كلها كريم نقطة مهمة جدا زميلي حامل نتكلم فيها طبعا بالنسبة للحظر لكن قبل الحظر عايزة أقولك دوقتي أن في هذه اللحظات منتظرين وصول علي معلول وجرالدو يمكن كابتن سمير عدلي متواجد في المطار لأنه متعارف طبعا هيصل إن شاء الله لفند الإقامة منتظرينهم هيصل في هذه اللحظات وبرجع معك بقى طبعا ليه الإجراءات هنا الخاصة بيها التأمين وبنبقى أصدق أيضا كمان بالنسبة ليه الأمر الخاص بيه وصول عبت النديل آلي أو خروجهم أو الحظر معادي الساعة 8 الحظر هنا محمد من 10 مسائل لخمسة الفجر يمكن كان في بعض الأقويل أو بعد المواقع كالكاتب من الحظر من 6 صباحا لـ 6 المغرب لكن متأكد هنا طبعا من التأمين وأيضا كمان قوات الشرطة المتواجدة 10 مسائل هنا هيبدأ الحظر ينتهي الساعة 5 طبعا 8 مسائل التدريب و25 دقيقة أرى 25 دقيقة جاي مع ساعة تدريب فأكيد إن شاء الله لعيبة النديل آلي هكون متواجدة قبل الحظر وانتعرف طبعا محمد يعني مع البعثة الرسمية في تأمين يعني مميز جدا بنتمنى كمان إن هو يزيد مع اقتراب يوم المباراة يوم السبت هو يوم مهم جدا لفريق نديل آلي تحديد للتأمين لكن التنقلات التحركات كان فيها تنسيق كبير جدا طبعا زي ما أكدنا قلنا من معالي السفير أشرف إبراهيم وأيضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيز لأن أمر مهم جدا أن التحركات هنا بالليل الأمر بيكون صعب شوية احنا ممكن رجعنا لفندق أمس طبعا ما وصلنا لفندق الأقابة يعني الموضوع كان صعبا ما فيش حد في البلد يعني بدنا نقول الموضوع كان صعب جدا احنا وصلنا متأخر إلى فندق الأقامة لكن بشكل عام فيه تنسيق كبير جدا لتحرك بعثة النادي الآلي تحديدا سواء للتدريبات يوم الجمعة كمان هيكون التدريب الرئيسي انتعارف على مركب محمد الخامس الملعب أستابق ألبوم براه مع مؤتمر صحفي أمر المؤتمر الصحفي ده لسه ما تحسنش محمد يدينا قطة مهمة جدا بعض الأقوية هنا بتتقال إن المؤتمر ممكن يتلغي كمان يا محمد ممكن يتلغي المؤتمر يبقاش فيه مؤتمر صحفي لأن النوطة دي ممكن لسه بيتم تحددها مع نادي الوداد وأيضا كمان الكاف الأمر ده لسه ما تحسنش حتى هذه اللحظة لكن إن شاء الله بإذن الله سواء فيه مؤتمر صحفي أو لم يوجد مؤتمر صحفي أكيد هنتبع التعليمات الخاصة بيه الكاف الأكيد موضع على وسائل الإعلام بالكامل لكن بطمنا كمحمد من خلال ومن خلال بردامك تريندو من خلال قناة النادي الآلي لعباتنا مركزة بشكل كبير جدا عندها إصرار كبير إن شاء الله بإذن الله إن احنا نرجع بنتيجة إيجابية هتساعدنا بشكل كبير جدا في المباراة التي إن شاء الله هكون فيها القائرة بإذن الله إن شاء الله كل الأمور تكون موفقة الفريق النادي الآلي عايز أسألك على تفصيلة متعلقة بوصول جيرالدو وعلي معلول علي معلول جاي من النمسا بعد ختم معسكر تونس والمباراة الوديا الأخيرة أمام ناجيريا وجيرالدو جاي من البرتغال فكرة بقى الوصول من النمسا والبرتغال إلى المطار في كازابلانكا في المغرب التنصيخ الإداري بيتم إزاي في الشأن ده وإنت قلتلي إن كابتن سامير عدلي موجود في المطار عشان مسألة وصول اللاعبين لإن كمان مسألة المجال الجوي في رحلاتها يارام بتيجي من دول ودول أخرى فالنهاردة هذا الأمر كتنصيخ إداري بنسبة 100% إن شاء الله اللاعبين هيكون موودين مع البيعسة بإذن الله بأكد لك محمد طبعا يعني يمكن أكيد التنسيق كبير جدا يعني من صفارتنا هنا في مصر وبأكد على معالي السفير أشرف إبراهيم اللي بيقوم بدور كبير جدا أنت عارف طبعا مجال الجوي مغلق لكن فيه استثناءات يعني فيه بعض رحلات استثنائية طبعا بالنسبة للوصول هنا للمغرب وتنسيق كان على أكمل واجه خلال الأيام الماضية قبل كمان معالي معلول يسافر تونس وإدنمسا أيضا وأيضا كمان جيرالدو قبل ما يسافر كان فيه تنسيق كبير معاد وصولهم هيبقى إزاي لكن أنا بأكد لأن كابتن سمير عدلي متواجد علي معلول هيوصل واحدة ونص أو اثنين ونص على توقيت المغرب أيضا كمان جيرالدو هيوصل في نفس التوقيت يعني ممكن واحد يوصل قبل التالي بنص ساعة لكن كابتن سمير عدلي متواجد على أن سيكون إن شاء الله بإذن الله في فندق الإقامة لكن بأكد لك إن شاء الله بإذن الله ومن خلال بقى البرامج خلال الأيام القادمة ومن خلال الساعة القادمة بإذن الله نأكد ومن خلال صورة كمان صوت وصورة من تدريب فريق النادي الأل اللي يكون بشكل حصري على شاشة قناة النادي الأل نشوف علي معلول متواجد وأيضا كمان جيرالدو ممكن ما يتضربوش بشكل كبير لكن النهاردة يكونوا متواجدين على الأل يكون في أي شيء بسيط جدا لهم لأن تعرف خلاص الوقت دايق جدا بالنسبة للمباراة ممكن نتعملهم ريكافر بسيط لكن بأكد لك إن شاء الله بنسبة كبيرة جدا لنكونوا وصلين النهاردة ومتواجدين مع فريق النادي الأل قوة كبيرة جدا سواء علي معلول وجيرالدو وكل لعيبة إن شاء الله بإذن الله تكون على قدر المسؤولية كعادة لعيبة النادي الأل هو شيء طيب لأن جيرالدو كمان ما لعبش غير مباراة ودية وحيدة مع أنجولا لأن في مباراة تانية تلغت مع غينيا أيضا كمان علي معلول لعب مباراة أمام السودان لكن المباراة تانية ده أي قلية قدام ناجرة فإن شاء الله يكونوا جاهزين طيب النهاردة أخصائي التخزية وتشيف محمد الدالي كمان كانوا عاملين اجتماع ميتنج مغلق مع المسؤولين عن تحضير الأكل والأطعمة داخل لفندق الإقامة تفاصيل هذا الاجتماع وإيه اللي دار في هذا الاجتماع بخصوص التخزية اللي هتتم الفترة الجالية إن كمان أنت بتأمل ده وبتبقى حريص إن يكون فيه جراءات احترازية عشان مسألة انتشار فيروس كورونا كمان يا كريم يعني زي ما بنأكل أحمد الإجراءات هنا قوية جدا تحديدا لبعثت فريق النادي الآلي والحقيقة كمان للدكتور عبد الرحمن أخصائي التخزية بيقوم بدور كبير جدا الأكل بالوزن كل حاجة بمقدارها الرجل يمكن بشكل محترف بيقوم مع فريق النادي الآلي كل الأمور محسومة بشكل كبير جدا من رسبة لوجبات الكربوهدرات كل الأمور دي يعني شيء طيب جدا وممس جدا والحقيقة بنشيد بالدكتور عبد الرحمن على الكشيف الدالي أكيد اللي مرافق بعثة النادي الآلي على سفريات كثيرة جدا وليه دور كبير جدا في تهيئة الأجواء الصحية والطعام والأمور كله عارف لعيبة طبعا متأكل إيه إمتى النهاردة يأكل اللعيب ده ما يزودش كل الأمور دي يمكن لو ما فيهاش تخصص بالأمر بيكون صعب لكن لعيبة النادي الآلي والنادي الآلي بشكل عام أما بيكون فيه تخصص الأمر بيختاله بشكل كبير كل الأمور دي محمد طبعا أكيد كان فيه اجتماع أول يوم كمان يعني نقدر نقول كمان أول يوم والنهاردة كل يوم فيه اجتماع مع الجهاز هنا أو مع الفندو بشكل عام على الأكل فيه حاجات بقى بسيطة جدا ممكن تضاف حاجة ممكن تكشل حاجة لكن بشكل عام الإجراءات هنا منفذة بشكل كبير جدا حاجات بقى كلها الخاصة للشوك البلاستيك للسكاكين كل الحاجات دي مأكيد لنادي الآلي ما بستعملاش كلها حاجات تكاوية لأن انت عارف الإجراءات هنا مشددة بشكل كبير جدا وفيه التزام كبير نشيد بالدكتور عبد الرحمن ونشوف الدالي على المجود اللي بيقوموا به لسه كمان عندنا أيام خلال الأيام القادمة بإذن الله يكونوا على نفس النهج ده مع يوم المباراة بإذن الله إن شاء الله طيب آخر حاجة يا كريم عايز أسألك برضو على جزئية الأمر المتعلق ببيتسو موسماني وموسيا محلل الأداء وأيضا كمان كابيلو وكيفين جونسون المدرب العام كواليس كده واجتماعاتهم وده أول رحلة مع بعثة النادي الأهلي رصدت الأمر ده إزاي وشايف ببيتسو موسماني بيكتمم على اللعيبة حتى أمام الجميع هل بيتحدث معاهم هل يعني منعزل وبيتفرج على مقتطفات من مباراة الأهلي ومباراة الوداد يعني الحالة العامة اللي فيها ببيتسو موسماني والجهاز المعاون ليه في أول رحلة طيران وبعثة مع النادي الأهلي في هذه المباراة بالتأكيد طبعا زميلي محمد يعني بيتسو موسماني وكي بي طبعا مقاطعة الأحمال وأيضا كمان موسيقى محل الأداء أنا قدر أقولك في الطائرة محمد وإحنا ماشيين الناس ما بتتفرجش ما بتعملش حاجة عنها بتتفرج على لقاطات من مباراة الوداد الماضية وده أمر كمهم جدا يعني كي بي بتتفرج موسيقى بيتسو موسماني بيتفرج وصلنا كمان مجرد وصلنا إلى فندق لقامة بعد الغد على طول في فيديوهات على طول محاضرة فيديو أمور فيها طبعا يعني احتراب بشكل كبير جدا لأنه انت ما بتتابع خلال المباراة الماضية والمباراة كتلسة يعني خلال أيام فده أمر مهم جدا لكل بيشوف هل الوداد دفع بكل اللعيبة بلعيبة الأساسية رايح مين فيه قصور فيه ثغارات فيه أمور كثيرة جدا لا فيه تركيز كبير وفيه تحضير بشكل كبير جدا لها دي المباراة أنا بقولك كمان نهار دي محاضرة الفيديو اللي هتكون سبع مسائم فيها بعض المقتطفات طبعا للمباراة الخاصة بفريق الوداد بيقوموا بدور كبير بنتمنوا ان شاء الله نكون في تجميع كبيرة جدا لكل المعلومات الخاصة على فريق الوداد ممكن بيتسو موسماني مع سانداونز قابل وداد أكثر من مرة لكن مع النادي الآلي الأمر مختلف النادي الآلي عنده هدف الحصول على هذه البطولة فمحتاجين تركيز كبير جدا من الجهاز الفني وده الحقيقة محمد اللي بيقوموا بها انقصنا بقى كل التوفيق إن شاء الله تحضيرات إدارية تحضيرات فنية تحضيرات أيضا كمان بالنسبة لعبة النادي الآلي لكن بنتمنى بقى التوفيق يكون معانا إن شاء الله في مباراة اليوم السبت اللي إن شاء الله بإذن الله تكون من نصيب النادي الآلي ونرجع بنتيجة تسعد مئات الملايين من جمهور النادي الآلي كريم أحمد زميل العزيز ومرسل قناة النادي الآلي من كازابلانكا من المغرب وتغطية حية وإطلالة بكل تفاصيل وإضاحات لكل المعلومات المتعلقة ببعثة فريق النادي الآلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذا المجهود وعلى كل هذه المعلومات ونتمنى يا رب يكون التوفيق حليف النادي الآلي النهاردة يعتبر أول يوم في الاستعداد لمباراة الوداة غدا وبعد غد ويوم الجمعة تدريب ليلة المباراة نفس البرنامج صباحا نصاعة عاشرة هيكون فيه فطار الغداء الساعة تنين محاضرة الساعة خمسة ثم التحرك إلى ملعب التدريب ونفس الأمر يوم الجمعة والتدريب ليلة المباراة في نفس توقيت معاد المباراة كل التوفيق رب للنادي الآلي وحاولنا القدر إمكاننا قربكوا شوية ونعيشكوا في الأجواء وفي الصورة مع فريق النادي الآلي في المغرب استعدادا لمواجهة الوداة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل تريند الآلي واللي مكتوب على السوشيال ميديا هنستعرضه كلمة كلمة أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الآلي وهنشوف مع بعض بقى اللي اتكتب على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة قبل المباراة الكبيرة مباراة الوداد والآلي ويمكن حديث كبير جدا وفي زخم جماهيري عبر السوشيال ميديا بخصوص هذه المباراة أول حاجة من الصفحة الرسمية للنادي الآلي على انستجرام واللي أعلن مبارح أن حارسنا المتقلق محمد الشناوي هو نصر شهر ستمبر 630 دقيقة مباراة طبعا سبع مباراة شباك نظيفة ويمكن الشناوي عمل ريكورد مميز جدا خلال هذا الموسم في الحفاظ على الشباك النظيفة لسه أيضا مع الحساب الرسمي للنادي الآلي على تويتر واللي نشر فيديو للكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين في الطائرة وكتبوا عليها أو في التغريدة باقي من الزمن ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام نصق بكم يا أبطال مهمة إن شاء الله تكون موفقة لبعثة النادي الآلي ويتعود البعثة إن شاء الله موفقة بنتيجة إيجارية مكملين معاكم ونشوف برضو إيه اللي تكتب على السوشيال ميديا الصفحة الرسمية للنادي الآلي على تويتر نشر صورة للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسماني معاك كيفين جونسون ناموسي محل أداء كيبيلة كمان مدرب الأحمال والصورة مكتوبة عليها نصق بكم معاك يا أهلي طيب الصفحات الجماهيرية ودورها في التوقيت الحالي صفحة الأهلي اليوم نشرت صورة جماعية لفريق النادي الآلي وكتبوا عليها أفريقيا يا رجالة كل التوفيق يا رب فيه مباراة الوداد مباراة الزهاب لسه فيه شب تاني مباراة العودة في مصر إن شاء الله كمان صفحة تماجيكان ومن الصفحات الجماهرية أيضا نشرت صورة وعليها نفس الصورة بتاعة لعاب النادي الآلي وكتبوا عليها تكونوا على قدر المسئولية أدها يا أبطال بإذن الله أما الحساب الرسمي في الجول على تويتر نشر صورة لمحمود قهربا والكل طبعا بيسأل في الفترة الحالية حالة محمود قهربا جهزيته لمباراة الوداد وفي الجول بيكشف فرص لحق قهربا في الظهور أمام الوداد أصبحت صعبة النهاردة الأربع لسه قدامنا بالضبط 72 ساعة على المباراة لكن هنشوف الجهاز الطبي يتعامل إزاي مع هذا الأمر ويفضل عدم الحديث عن هذا الموضوع لغاية لما نشوف الجهاز عيشتغل إزاي لغاية مباراة السبت اللي جاي الصفحة الرسمية للكاف على تويتر نشروا تاريخ مواجهات الأهل والوداد وكتبوا كل ما تود معرفته حول المباراة المنتظرة في نصف نهائي دوري الأبطال طيب عايز أتكلم على جزئية مهمة جدا مباراة الوداد والأهل في البطولة الإفريقية بنتكلم حوالي 8 مباراة الكافة متساوية لأن الأهل فاز على الوداد مبارتين والوداد فاز على الأهل مبارتين والفرقتين يتعادلوا مع بعض أربع مرات لكن في جزئية مهمة جدا سواء في المباراة المجموعات أو حتى مباراة نصف النهائي الأهل أكتر فري في دورة أبطال إفريقيا وصل لمرحلة بدور نصف النهائي الوداد طبعا يمكن بعيد شوية في مسألة الأرقام بالنسبة لمرحلة نصف النهائي لأنه موصلش غير خمس مرات وتأهل من الخمس مرات أربع مرات للمباراة النهائية لكن الأهلي عمل رقم كبير جدا وصل للمباراة النهائي نصف النهائي خمس تاشر مرة وعمل رقم خياسي في التأهل للمباراة النهائية مهم جدا عايز أقول لأ حاجة الوداد في آخر ستة وعشرين مباراة على ملعبه في البطلات الإفريقية لم يخسر سوى من الأهلي كانت آخر خسارة للوداد بتاريخ سبعة وعشرين سبعة الفين وستاشر الهدف اللي أحرزه رامي ربيع للنادي الأهلي عندما كان مارتين يول المدير الفني للنادي الأهلي المباراة كانت تقام في الرباط ويمكن جماهير الوداد بتقول لا ما بنخسرش في مركب محمد الخامس لكن الأهلي لما كسبنا كسبنا في ملعب مولاية عبدالله في الرباط عموما الأهلي فاس في المغرب على فري الوداد وإن شاء الله يقدر يعمل نتيجة إيجابية في مباراة السبت القادم بشكل عام ده كان الحديث عبر السوشيال ميديا خلال التوقيت الحالي بخصوص مباراة الوداد والأهلي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل فقر التريندو أولاين وعندنا بالتأكيد مدخلة وكلام مهم جدا عن استعداد الوداد أيضا لمواجهة الأهلي وآخر الأخبار المتعلقة بالإجراءات التنظمية لهذه المباراة أهلا بحضركم من جديد وفقر التريندو أولاين والحديث عن مباراة الوداد والأهلي وكلام مهم جدا بخصوص هذه المباراة لكن في هذه الأثناء وأنا معاكم على الهواء مباشرة علي معلول وجيرالدو وصل إلى مطار كازابلانكا في أدار البيضاء استعدادا للانضمام إلى بعثة فريق النادي الأهلي لمواجهة الوداد إن شاء الله يوم السبت القادم الإجراءات الإدارية تمت على خير ما يرام خلال الساعات القليلة الماضية وتم التنصيق الإداري بخصوص وصول اللاعبين إلى مقر البعثة والكابتن سامير عدل حالين في المطار هيستحب علي معلول وجيرالدو إلى مقر الإقامة وبإذن الله ينضموا للبعثة ويكون فيه إجراءات بها لتجهزهم بالنسبة للمرحلة القادمة وبذلك تكون القائمة 22 لعب مكتملة تحت رؤية ووجهة نظر بيتسو موسيماني استعدادا لمواجهة الوداد إلى المغرب لكن في هذه اللحظات محتاجين نتطمن أكثر على الظروف والحالة الصحية والإجراءات التنظمية وجهزية الاتحاد المغربي والوداد والرجاء وأيضا كمان الاتحاد الأفريقي لكل الإجراءات التنظمية بالنسبة لمباريات نصف النهاء أتير مباشرة إلى المغرب مع الصديق العزيز والزميل العزيز الأستاذ محمد زايد رئيس تحرير موقع البطولة محمد مساء الخير عليك يا رب تكون كل الأمور صفامي زيان وكون بزفة بخير إن شاء الله مساء الخير زميلي محمد مساء الخير لكل المشاهدين الكرام وشكرا لك صديقي العزيز على هذه السنة أولا سعيد بوجودك معي وعايز أتطمن منك أولا عن الحالة الصحية وعلى أشقائنا في المملكة المغربية والأمور كلها يا رب تكون لأفضل يا رب الفترة الجاية قبل إقامة المباريات أو حتى بغض النظر عن أي مباريات أو أي أحداث رياضية العلاقة بين مصر والمغرب كبيرة جدا أكيد صحيح العلاقة بين مصر والمغرب يعني الكل يشهد لها بأن علاقة رياضية طيبة علاقة أخوية يعني تتجاوز ما هو رياضي حتى في مجال الفن والسينما والأدب والثقافة يعني العديد من الأشياء تجمع الثقافتين المغربية والمصرية بطبيعة الحال ومنها أيضا الرياضية والكروية أما عن سؤالك الصديقي محمد عن حالة الصحية صحيح هناك استقرار من ناحية الأرقام لكن أرقام كبيرة بعض الشيء ما بين 2003 ألف حالة كل يوم يعني منذ أكثر من شهر أو شهر ونصف لكن هذا لم يمنع أن على الأقل أن تقام مباراية كرة القدم في جوين جيدين جدا صحيح بإجراءات احترازية كبيرة خاصة أن الدولة المغربية انتهى يوم الأحد بعدها منسم شاق وطويل جدا وسلمت درع البطن لفريق الرجاء الرياضي هذا الصباح أيضا بدون أدنى مشاكل إذن يعني إجراءات أو الإجراءات التي تقوم بها الدولة بشكل عام والجامعة الملكية المغربية كرة القدم إجراء المباريات هي يعني ناجحة إلى حد كبير لكن هناك بعض الصرامة أكثر من الأشقاء في النصف أكيد طيب موعد المباراة إن شاء الله يوم السبت الساعة 9 مباراة الوداد والأهل والزمالي والرقاء يوم الحد أيضا الساعة 9 في تنصيق بيتم بين الاتحاد المغربي أو الجامعة الملكية المغربية مع الاتحاد الإفريقي بخصوص الإجراءات التنظيمية المتعلقة سواء بالإجراءات الاحترازية المساحات الطبية إقامة المباراة تعالى مركب محمد الخامس إن شاء الله يوم السبت ويوم الحد المباراة تقام طبعا على ملعب محمد الخامس آخر مباراة وقيمت فيه يوم الأحد مباراة راجعو الجيش الملكي التي عرفت كما قلنا أنت صار راجعو تتويجي هناك إجراءات احترازية صارمة حتى أن الصحفة ببلغ الأنفذ رأي فرق القادم كما تعلمون صدق محمد أنه لن تكون هناك أي تقية صحفية من الزملاء الصحفين سواء المغاربة أو من الشقيقة مصر وهناك ربما مساحة الطبية غدا الخميس بالنسبة للأندياء بخصوص هذه المشاركة أعتقد أن المعلومة لديكم زميد محمد فيما يخص العدد الأدنى أو الأقصى لا قدر الله إذا كانت هناك إصابات في أحد الفروق الأربعاء في حالما إذا كان هناك تأجيل أو أي شيء من هذا القبيل لكن لم لحد الآن بشكل رسمي الجامعة لم تخبر الفرق الولاد والرجاء حول ما إذا هناك إمكانية تأجيل المباريات إذا كانت هناك إصابات لقدر الله في دور محمد بص في هذا الشأن إحنا تكلمنا مبارح والحمد لله كلينا الصبت في يعني كشف هذا الموضوع عشان الجمهور والإعلام يكون متابع للأمر ده المنشور الطبي اللي اتبعت لكل الأندية بالتنصيق مع الاتحاد الإفريقي لم يتحدد أو لم يحدد فيه أي عدد إذا لكانت لقدر الله في إصابات كورونا في أي من الفرق الأربعة خلال الفترة الجاية ولكن اللجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي هتكون موجودة من النهاردة في المغرب لمتابعة المساحات الطبية من خلال إحدى المعامل المعتمدة في وزارة الصحة المغربية أي إصابة لقدر الله هترفع الأمر للجنة الأندية لجنة الأندية في الاتحاد الإفريقي هتكون موجودة يوم الجمعة على هامش إقامة مراسم أرأة ملعب النهائي إذا كانت فيه إصابات بدون تحديد أي أعداد القراري النهائي هيكون للجنة الأندية سواء إصابة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أي أن كان العدد ففي النهاية ما فيش رقم محدد لكن القرار الرسمي سيكون للجنة الأندية محمد هذا هو ما قصدته أن الوداد والرجاء لم يتوصل بأي قرار أو رقم محدد لأن في الجامعة المغربية لكرة القدرة قد حددت عدد الإصابات في سبعة إصابات قبل انتهاء البطولة أي فريق يوجد لديه سبعة إصابات من حقه أن يطلب تأجيل المبارد لا أن يؤجل إلى المبارد لأن هناك إصابة في القسم الثاني فريق أصيب فيه 12 لاعبا ومع ذلك أجرية المبارد لذلك الوداد الرجاء استفسر عن هذا الأمر أنه كما تعلمنا خاصة الفريق الرجاء الذي عرف إصابة لاعب واحد في مشوار البطولة لكن تحديدا لم يكن هناك أي تحديد وأن الجامعة أخبرت أن الأندية تحضر نفسها جيدا للمباردين بشكل بدون أي تشويش وبدون أي تفكير فيما يتعلق بالقصد طيب غيابات الوداد والرجاء يمكن فيه كلام كتير عبر السوشيال ميديا والمواقع الالترونية الأسماء أو الأرقام الغيابات لسه مش محددة من مؤكد غاية ما يكون في الوداد ومن مؤكد غاية في الرجاء في الوداد قد نشهد عودة ثنائي كومارا وداري ثنائي خط الدفاع بعد غيابهما مدة طويلة أشرف داري غاب تقريبا موسما بكامله بعد الإصابة في الديربي الديربي الذهر أما كومارا فقد غاب من شهر غسط يعني تقريبا شهرين وقد يحضران أو قد يكون حاضرين في هذه المبارآة بالنسبة لغيابات الوداد ليست هناك غيابات ممكن أن يغيب الظاهر الأيمن عبداللطيف مصير الذي يصيب في العضلة الضامة في المبارآة الأخيرة أمام الفتح الرجاء أما فيما يخص الرجاء فالغيابات هي التي كانت من قبل ولحد الساعة لم يحدد ما إذا كان هؤلاء اللاعبون سيحضرون إلى مباراة زمان كاملة وهما عبدالرحيم الشاكر وسند الورفلي اللاعب الليبي اللاعب خط الدفاع وعمر بطيب هؤلاء اللاعبين سيكونون يعني تحت الطاقم الطبي وتحت مرقبة الطاقم الطبي علما أن اللاعب الأقرب للحضور هو عبدالرحيم الشاكل اللاعب الذي يعني في خط الدفاع خط الوسطة بالحب لاحظنا فيه اهتمام إعلام كبير جدا من الإعلام المغربي لما وصلت بحثة الأهل بالأمس وتحديدا فيه إجراح ورات صحفية مع الكابتن سلط الحفيز مدير الكورة وأيضا بيت سمو سماني وهو على علاقة جيدة بكل وسائل إعلام في المغرب طبعا لأن أنت تتحدث عن الأهل والزمالكة رجاء والويداد لأول مرة في تاريخ كورة قدر الأفريقية والعربية سيكون هناك مباراة ستكون هناك وهناك ديربي محتمل في النهائي سواء ديربي قاهرة أو ديربي بيضاوي أو هناك طرف مصري وطرف مغربي وقد يكون هذا الأمر منطبق أيضا لكاستحن إفريقيا أو كاسكوم فدرالي ممكن يكون طرف مغري وطرف مصري في النهائي لذلك هذا الموسم ستتنائي بكل ما تتمثل من معنى سواء من ناحية الوباء كورونا أو من الظروف التي تلعب فيها المباراة وحتى اللاعبين مثلا الذين يلعبون في الزمال نحن لا أعلم أن هناك بنشرقي وناجم وناجم الذي يعود إلى مركب محمد الخامس بقامس جديد ولكن منافس معتاد هو بنشرقي وموسيماني الذي لعب ضد الويداد في خمس سنوات محمد عصر مباراة خمسة في طار البيضاء وخمسة في أرعى في طار البيضاء وخمسة في جنب الأفريقي كل هذه الأمور والعلاقة بين الويداد والأهلي وكل هذه التفاصيل يعني جعلت من حضور الفريقين فقط يعني حضوراً كبيراً نفسه حقاً عن تقلية عالمية كبيرة لأنها حضور أشقاء أول شيء وأيضاً حضور ناديين يعني يتمتعان بشعبية كبيرة واحترام كبير هناك أكيد يا محمد وأنا بشكرك بالتأكيد لكن طبعاً قبل إقامة المباراة في حاجة كلنا عن تبحة كلنا يوم الجمعة اللي جاية مرسم أرعة ملعب النهائي أكيد هتكون فيه متابعة لطة كل أهمية عن متابعة المباراة يوم السبت والحد إن شاء الله صحيح أمر جد جد مهم لأنه كما قلنا في حال ما إذا تأهل طرفين من نفس الدولة سيقام النهائي باستر القائرة ومعركة محمد الخامس لكن أن يقام النهائي بمصر ومن المغرب سيكون حافزاً معنوياً ربما أعتقد قبل إزراء مباراة نصف لأي فريقين سيقام النهائي في بلدهم أكيد أن إذا اختارت القرعة الدار البيضاء سيكون حافز مهم للويداد الراني وإذا اختارت القائرة سيكون أكثر حافز للأهل والزمال هو الذي نتمنى بصدق أن تمر المباراة ونحن متأكدون من هذا في روح رياضية كبيرة والأفضل هو من سيقوز وهذا ليس ليكون اللقاء الأخير هناك لقاءات متجددة دائماً كما عودتنا العصبة الثانية أكيد زميلي العزيز والمتقلق رئيس تحريم أوقع البطولة لأستاذ محمد زايد أنا بشكرك شكراً جزيلاً وكل التوفيق يا رب للكرى المغربية والكرى المصرية ونشوف مباريات فنية على أعلى مستوى بإذن الله خلال الأسبوع القادم نقطة مهمة قبل ما اختم هذا الموضوع وأخرج إلى فاصل حتى هذه اللحظة يا جماعة أنا بشوف اللي بكتب على السوشيال ميديا بخصوص الأطقم التحكمية اللي هتدير المباريات لم يعلن بشكل رسمي من الحكم اللي هيدير مباراة الوداد والأهل الحكام النهاردة آخر يوم في المعسقل المقيم هنا في مصر جداً هيسفروا كل الحكام هيسفروا إلى المغرب هيكون فيه مسحة طبية يوم الخميس يوم الجمعة تعلن نتيجة المسحة الطبية وإذا كانت كل الحكام نتائجهم إن شاء الله بإذن الله تكون سلبية سيعلن الاتحاد الأفريقي الأطقم التحكمية اللي هيدير المباريات بدء من يوم السبت حتى يوم الثلاث دور الأبطال والكونفيدرالية ده عشان أنا عارف إن فيه لغة كبيرة جداً على السوشيال ميديا مفيش صحة لأي كلام بخصوص أطقم التحكم بالنسبة للفترة اللي جاية لسه الكلام ده على يوم الجمعة أخرج لفاصل وبعد الفاصل الفقرة الأخيرة من برنامج التريند أهلاً بحضراتكم من جديد وعايزة أطمنكم بقى هيبقى بصوت والصورة وصول لعلي معلول اللاعب التونسي ونجم طبعاً خط دفاع في النادي الأهل والظاهير الأيصر قدامكم على الشاشة هو وكمان اللاعب الأنجولي جيرالدو وصلوا إلى فندق الإقامة وخلاص نضموا بشكل رسمي للبعثة استعداداً لمباراة الوداد بصراحة الأمر الإداري كان بيتم تنصيق فيه على أعلى مستوى بدءاً من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة النادي الأهل ورئيس البعثة وأيضاً كمان الجهاز الإداري من أجل طبعاً ضمان وصول علي معلول وجيرالدو في ظل الأجواء والمتعلقة بموضوع غلق المجال الجوي وبعد رحلات الطيران خلال الفترة الأخيرة كان الحمد لله تم تنصيق واللاعب حالياً دلوقتي فيه المعسكر وانضموا للفريق وهيتم بقى بعد الإجراءات أو عدد من الإجراءات الاحترازية لانضمام اللاعبين بالنسبة للمرحلة اللي جاية سواء الإجراءات الاحترازية مسحة كورونا ويخذهم التدريبات وجهزيتهم كمان واللي استشفى قبل مباراة الوداد المغربي خلاص الوقت دا 72 ساعة ويمكن نادي الآلي تحديداً كان أمر مختلف لأن لعبت الوداد ولعبت الرجاء اللي كانوا بيلعبوا في منتخب الكنغو لعبوا قدام المغرب في المغرب أشرب بن شرقي لعب نادي الزمالي كان بيلعب مع منتخب المغرب في المغرب لكن النادي الآلي كان عنده لعبته في أوروبا فتم التنصيق العالي مستوى من أجل أن هم يكونوا موجودين مع البعثة قبل المباراة ب 72 ساعة طيب بشكل عام النهاردة كانت الأجواء الحمد لله جيدة وإن شاء الله بإذن الله نتطمن على البعثة بالنسبة للفترة اللي جاية بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله يا رب نلتقي مع بعض الأسبوع القادم ويكون الأهل عام النتيجة إيجابية في مباراة الزهاب تساعدوا على الشوت التاني ومباراة العودة في القاهرة إن شاء الله بعد أسبوع من مباراة الزهاب يوم السبت القادم بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقي على خير يا رب بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء